جيدة جدا مع قائد الجيش العلاقة جيدة جدا بس هنا القصة مش قصة علاقة أنا خبرتك أمام هذه الهجمة الكبيرة جدا حزب الله بده رئيس يرتاح له يا ست حليمي وكيد الرئيس بري سيكون إلى جانبه هذه الرحلة لا يشعر بها مع قائد الجيش هل ربما العلاقة اللي بتربط قائد الجيش بالولايات المتحدة الأمريكية شوفي هو يعرفه للوزيرة الفرنجية لشو بدي يجيب تفسيري الشخصي لشو بدي يجيب واحد مني مختبره تماما بينما الوزيرة الفرنجية أداش شوفي أداش يعني مرت خلنا نبلش بإستتعليقته مع الرئيس بشار الأسد في أكتر من شيء اللي تعرض له الرئيس بشار الأسد إثر اغتيال الرئيس رفيق الحرية رحمه الله في أكثر من يعني التعرض لتعرض له الرئيس بشار الأسد في لبنان وبقير سليماني فرنجيه في كل تصريح في كل خطاب حين ذاك حين ذاك والدني كله ملتهبة وآيمة ضد الرئيس بشار الأسد قال أنا هذا يعني علاقتي مع الرئيس بشار الأسد هي علاقة أخوية وعائلية وأساسية تذكري ستنا الكريمي فهذا رجل سابت فمتما قلت لك خبزه وعاجل متما بيقوله بالعبارة لذلك ما بده يغامر لا يريد أي شخص لا يعني أنه العماد أصلا يعني رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عندما سئل أنه هل في فيتو على قيد الجيش ألا فيتو ولكن واضح الخيار الذي يريده حزب الله طيب متى سنذهب إلى جلسة الانتخاب الرئيس هلأ الرئيس بري بأنه أعلننا المرشح نعم وعرفنا مين يعني الأوراق التي كانت بيضاء سابقا رح يصير عليها اسم سليمان فرنجي حاليا ويمكن يكون في مفاجآت أخرى بأي جلسة مقبلة هلأ الرئيس بري ربط قصة الدعوة هو بكلامه الحديث الذي أعلن فيه ترشيح الوزير الفرنجي ربط كلامه بأنه أن نرى مرشحين آخرين بيقصد فيها هو بيقصد فيها وغير نائب مشهلا معوض بيقصد هيك هو اليوم للجمهورية آيل أنه صار من الضروري أن تحصل ترشيحات وأمر بديه حتى يحصل تنافس ونحن جاهزون لنزول إلى المجلس النيابي حيث أن اللحظة التي تتوفر فيها فرصة التنافس سأبادر إلى الدعوة نعم يعني هلأ إذا صار فيه ترشيحات أخرى أكيد اللائس بري بيدعي إلى جلسة وخلت اللعبة الديمقراطية تخدمتها في هذا الموضوع هل هو ألقى الكرة بملعب المعارضة لتعلن عن ترشيح اسم آخر غير نشاء المعوض مئة بالمئة وبحال ما نزله سيتهم أن هذه القوة هي من تعاطل انتقاب الرئيس ما كانت الكرة ملقات عند الفريق الآخر يعني فريق الرئيس بري والصنائي ووائي كانت الكرة عطلهم يقولوا عم يعطلوا عم يعطلوا هلأ الرئيس بري يا عمي هذا نحن هذا هو مرشحنا هاتوا هاتوا مرشحكم هذا هو مرشحنا هاتوا مرشحكم وتفضلوا وليس لماذا لا يعتبر الرئيس بري أن ميشال معوض مرشح منافس لسليمان فرنجي عظيم ممتاز هو ما قال أنه أنا ما بدي هو قال لن أدعو إلى جلسة أو لن تعقد أي جلسة إلا بوجود تنافس حاليا يوجد التنافس عظيم يمكن يبقوا على ميشال معوض ما بعتقد الرئيس بري حيماينة يدعو إلى جلسة إذا دلوا متماسكين بميشال معوض ما بعتقد فضلوا نزلوا بدكم ميشال معوض فضلوا شرفوا نحن عنا مرشحنا وأنتوا بتحبوا ميشال معوض فضلوا ولكن كيف ممكن تكون النتيجة بوجود مجلس ما في كفة تنتصر على الكفة الأخرى فيه يعني لابد بالنتيجة هلأ تأليك شغري مثلا عدد الورث البيضاء كانت لا بأس بها في السابق طبعا كان فيه بيناتها الطيارة الوطن الحر ما هيك صحيح هالمرة عم نقول في السناء الشيعي وفي عنا الوزير فايصر كرامي وعنا بعض المستقليين والنواب السنة بالشمال وفي عنا أيضا ما بتعرف إذا من الحزب التقدم الاشتراكي أو ممكن يصوته لذلك نحن ممكن نقربنا على الجلسة حتى في نسبة من نواب التيار الوطني الحر لن يمانعوا في انتخاب الوزير سليمان فرنشي حتى أكثر من هيك بعتقد كمان صديقنا نائب رئيس مجلس النواب هو قال إذا صوتي هو اللي بيوقف على صوتي أنا رح أعطي صوت وأنا عرفت عرفت أنه كلامه للوزير لنائب رئيس مجلس النواب بلياس صعب أيضا بعد أعطاء التكتل الوطني بيحكوه أحيانا هالكلام هذا بيحكوه هالكلام وشاناك أقول لك أن الرئيس يقول تفضلوا نحن رشحنا تفضلوا التكرا حتى عندما قال بكلمته الشهيرة النائب جمران باسيل بدوا يجبونا رئيس فاسد سأل نائب رئيس مجلس النواب بلياس صعب النائب جمران باسيل هل كنت تقصد بالرئيس الفاسد اللي ما بدنا يجبوه لنا رئيس فاسد أو يفرض علينا رئيس فاسد بيسليمان فرنجي قالوا أبدا لم أكن أقصد ووقت انت تتب تاني يوم بجارة الأخبار أنه المقصود هو قائد الجيش تتكت هل ما بعرف مقصود لا أنا أنصب إلى ما نشرته صحيح بس أنا بأعتقد بأعتقد مضبوط ما بيقصد فيه أبدا الوزيرة فرنجية بعد ما شفنا وزير فساد عند الوزيرة فرنجية خاصة كان وزير الصحة إذا رحبت يحكي بفساد يأتي على وزير الصحة يوم ما كان وزير الصحة كان ينظر بكل المناطق سواسية وكل المناطق التي تمر عليها تسأليهن عن وزير الصحة بيأكدو لك أنه كان منصف للجميع وقت لي كان هو وزير الصحة اليوم نحن أقرب إلى التسوية أم إلى الفوضى فوضى بس في أكتر من هك فوضى ممكن أن نصل لها